الهدف الثاني حالات يكون فيها الرباع دائريا إذن رح نبدأ ما هي الحالات التي يكون فيها الرباع دائريا أول شيء قال إذا تكاملت زاويتان متقابلتين في شكل رباع كان هذا الرباع دائري كيف يعني هاي مبرهنة العكس للمبرهنة اللي أخذناها قبل شوي هاي نسميها مبرهنة العكس عنا A, B, E, D شكل رباعي له أربع أطلع متى يكون هذا الرباع أكيد أنه يمر من رؤوسه دائرة قال إذا كان عند الزاوية جمعتها مع الزاوية كانت 180 درجة فالرباع دائري ضروري أي معي لا ما ضروري أي معي بجوز روح اجمع احسب D و B إذا طلع معكم يا تاسع الزاوية D زائد الزاوية B مجموع ميوت بينين درجة فالرباع دائري فالرباع دائري الرباع دائري إذا أي شكل عندكم يا بس أنا جيت طلعت عزاوتين متقابلتين وجمعتهم مع بعضهم إذا طلع معنا الرباعي إذا طلعوا مجموعا 180 درجة فالرباع دائري دائماً وأبداً يا تاسع إذا طلع مجموعا 180 درجة فالرباع دائري هلأ الحالة الأولى اللي منقدر نقول فيها كيف بنثبت إنه الرباعي هو رباعي دائري إنه نبحث عن زاويتين ونثبتهم مجموعا 180 وهاي المبرهني بنعتبرها مبرهن للعكس المبرهني اللي أخدناها من شوي طبعا إيش بنستفيد منها؟ نستفيد منها في حل المسائل يعني بإليك أثبت أن الرباعي دائري إحدى الطرق هاي الطريقة الأولى بكون أخدناها الطريقة الثانية الحالة الثانية طبعا لعندية تاسع قال إذا تساوى ثانية إذا تساوى قياس زاوي خارجي لرباعي لدينا أطش E F G رباعي تساوت الزاوي الخارجي شايفين الزاوي أطش اللي حيط عليه إشارة قدرة أي الزاوي الخارجي بعد ذا مددنا أش E لأي إذا تساوت الزاوي الخارجي مع الزاوي داخلي المقابلة لمجاورتها كان الرباعي دائري إذا لدينا أطش E G F رباعي بس إيش هم بسألك؟ بللك أثبت أن الرباعي دائري فأنت لديك شكل رباعي إنه أربع أطلاق بتحاول تثبته الزاوي F تساوي الزاوي G أطش E تمام؟ بس قدرت تثبته إنه الزاوي الخارجي تساوي الزاوي الداخلي المقابلة لمجاورتها شو فوق تقابلavour للزاوي G اللي بتجاور الزاوي الخارجي تمام؟ إذا بس قدرت تثبته إن الزاوي الخارجي تساوي الزاوي الداخلي خياس الزاوي الداخلي المقابل لمجاورتها كان هذا الرباعي دائريا أي H E G F رباعي دائري إذن هاي الحال التالي كيف بقدر إثبت أن الرباعي دائري إما بثبت فيه زاويتين فقط منتقابلتين منتكاملتين أو أو بثبت أنه عندي زاوي خارجي تساوي زاوي المقابل لمجاورتها فبيكون كذلك الرباعي دائريا فإيه عندي حالي تالتي رح نحل تطبيق صفحة 63 وبعدين منكفه بالحالي التالتي تطبيق صفحة 63 تبهي لعندي أثبت أن الشبه المنحرف اللي قدامكن متساوي الساقين هو رباعي دائري بشكل عام أي شبه منحرف متساوي الساقين تبهي لعندي كي أم إن أل شبه منحرف متساوي الساقين إيش يعني شبه منحرف يعني عنده ضلعين فقط متوازيين اللي هيني كي أم وإل إن إيش يعني متساوي الساقين معناته طول كي أل يساوي طول إن أم هاي حالي خاصة من الشبه المنحرف هو الشبه المنحرف متساوي الساقين قال إذا كان عنا الشبه منحرف متساوي الساقين فهو رباعي دائري فكيف ننسفه؟ يا تاسي أول شي بما إنه L, K, N, M شبه منحرف فبالتالي مجموع زوايا 360 درجة كيف يعني؟ يعني لو رحت جمعة الزاوي N والزاوي K والزاوي N و M رح يطلع مجموعا 360 درجة ليش؟ لأنه شكل رباعي أنا متفأت بعكد أي شكل رباعي مجموع الزوايا 360 تمام هذا شكل رباعي ولكن الشكل عندكم مو بس رباعي وشبه منحرف في عنده ضلعين متساويين يعني أنت تبهل عندي بها هاي قال بس كان عندك شبه منحرف متساوي الساقين فإن الزاوية زاويتها القاعدة متساويتين كيف يعني؟ يعني الزاوي K تساوي الزاوي M دائما وين؟ في المتساوي الساقين الزاوي K تساوي M كذلك L يساوي N الزاوي L هاي الزاوي L تساوي الزاوي N دائما وأبدا إذا كان متساوي الساقين طيب يا صمية بتدعويد هلا أش بتدعويد؟ قال بدي شيل كل زاوي حط مصاويتها يعني أنا بدي شيل الزاوي K اللي لو أنتها بالأحمر ورح حط محلة M هاي الزاوي K تمام؟ رح شيلها إش تساوية تساوية الزاوي M محل K حطيت M تمام؟ شلتها حطيت إش تساوية وكذلك يا تاسر شلت الزاوي N هاي الزاوي شلتها وحطيت محلة L الزاوي L تمام؟ شو صار عندي؟ صار L زائد M زائد L زائد M عندي تنتين L وتنتين M L زائد L اتنين L تماما؟ صار عندي اتنين من L وM زائد M اتنين M إذن 2L زائد 2M يساوي 360 درجة وبالتالي إذا 2L زائد 2M يساوي 360 درجة روحي أسمي على 2 طرفية المعادلة شو عملنا؟ أسمنا على 2 2L على 2L 2M على 2 أسمنا على 2M 360 على 280 درجة صارت عنا العلاقة L زائد M يساوي 180 درجة طلعي لعن رسمي L وM إشبون؟ زاويتان إشبون يا بنتي؟ زاويتان متقابلتين شط طلع مجموعون يا تاسع 180 درجة وبالتالي L وM زاويتان زاويتين متكاملتين فالرباعي فالتالي الرباعي أو الشبه المنحرف هو عبارة عن رباعي وبالتالي شبه المنحرف هو رباعي دائري تمام يا تاسع؟ آخر حالي آخر حالي أنا مقتلك عندنا ثلاث حالات يا تاسع لإثبات أن الرباعي دائري شرحت حالتين الحالي الأخيرة وهي عبارة عن مبرهني بس مننا نفهمها قال إذا كان لدينا نقطتين A و B في جهة وحدي من جي دي شوفوا بنتي رح أرسم عندي قطعة مستقيمة رح سميها جي دي تمام؟ نقل للشكل الفراشي هاي الحالي الثالي لإثبات الثالثي لإثبات الرباعي دائري وعننا نقطتين يا تاسع A و B الزاوية A النقطة A و B اتنيناتهم في جهة واحدة يعني اتنيناتهم اما فوق جي دي أو تحت جي دي تمام؟ وهيدي تمام يا بنتي؟ قال إذا كانت الزاوي D B G تساوي الزاوي D A G فأنا بروح بمدد G لبي بوصل و D لبي تمام؟ شكلت هاي الزاوي اللي هي G D G B D كمان بنفس الطريقة مددت الزاوي G لأي والزاوي D لأي تمام؟ صار عندي هاي الزاوي شايفين هاي الزاويتين الزاوي A والزاوي B إذا كانوا متساويات أحط عليهم لهم كحلي كمان إذا تساوي سمع لا في دائما من القطع المستقيمي من G و D وكذلك من النقطتين A و B بردد لنا إذن عنا قطع مستقيمي اللي شايفينا قدامكم عن رسم G D فيه نقطتين فيه جهة يعني لا تحت G D لا فوق G D بنفس الجهة تنيناتهم اللي هني A و B وصلته طرفي القطع للنقطة A وطرفي القطع للنقطة B شكل زاويتين إذا تساوت هالزاويتين فيوجد دائرة التمر من A B G D وإذا مر الدائرة من A يتاسع B G D فالرباع دائرة اللي هو A B G D تمام فصار الرباع شو دائرة إذا مر الدائرة إذن هاي هي الحال الثالث إذا كانت A و B نقطتين تقعان في جهة واحدة بالنسبة ل E G D وكانت B تساوي الزاوية وقعت النقط الأربعة A D G B على دائرة واحدة ثلاث حالات لإثبات أن الرباع هو رباع دائرة نستخدم وحدي منه جزاكم الله خير درس الجي نكمل